وصلت الأسهم اليابانية مكاسبها وإن كان أداؤها متواضعاً مع عزوف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان أنهى مؤشر ميكي الجلسة بارتفاع بنسبة 0.65% وصعد المؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً 54% كانت أسهم شركات الصناعات الثقيلة اليابانية ضمن الأفضل أداء مدعومة بتقرير في مطلع الأسبوع ذكر أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لن تحدد سقفاً للإنفاق الدفاعي في ميزانية العام المقبل